السلام عليكم السيديو اليوتيوب اللي ألقى فيديو فيديو العزيمة اللي صورتها قبل فترة اللي جاني عليه مرة يبنات مشاهدات كثيرة وكملت ما شاء الله الخمسة ألاف مشترك وقد خليني نزل فيديو عاد كان قمت أدور في الجوال أدور يعني فيديو عاد تكون مسورتها لقيتني مسورة طلعتنا يوم الخميس طلعنا بره وشوين وكذا فقد خليني نزله مو عشان الفيديو نفسه لعشان أنا أسمعكم صوتي المبحوح وأشكركم بعض يا بنات أشكر كل من حط لي لايك أشكر كل من اشتركوا بقناتي الله يسعدكم يا بنات أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم لي ما قصرتوا إذا كنتم عاد أنتم حين جداد على قناتي وأول مرة تشوفوني يا لاتكم تشتركون تضمون العائلتي وتدعموني وتدعمون فيديوهاتي بلايك أشكر الله يسعدكم ويحفظكم من كل شهر خلصت فطوري عادوا هذا الفيديو يا بنات لحين أنتم تشوفونا المقططفات من طلعتي يوم الخميس طلعنا ما شاء الله أنا وأختي وبناتي وطلعنا ما شاء الله مبسطنا وشوينا طلعة نسائية بحتة بدون ولا رجال عرفتوا طلعنا ما شاء الله مخططات قريبة وتقاسمنا الأعمال بيننا وكل وحدة زينت شيء تعرفون يعني الواحد طالع المخطط ما يقدر يطلب مضحم أو كذا فأخذنا كل شيء معنا أول حاجة قلت بسوي كرات القرفة لأن أنا طبعا من عشاق القرفة وأشتهيها أحيانا وبناتي بعد يحبونها وأختي مما يحب بس القرفة أي شيء بالقرفة سبحان الله لا طعم المهم سويت بنات عجينة مرة حتى طلعت مشاء الله العجينة مرة مضبوطة وتخيلوا قاعدنا ناكل من هذا الخلية لأننا سويت كمية ما شاء الله إلى يوم السبت وحنا ناكل منها ما شاء الله تجنن وطرية وما تغيرت أبدا حطيتها بالفرن طبعا ما تخلونها يا بنات تطول بالفرن عشان تكون هشة الحين طلعتها رح أخليها شوي عشان أقدر أقلبها يعني وبعدين نحط عليها التغطية حقتها وترى يا بنات أكيد بتقولون وشي العجينة وشي العجينة ترك أكثر من مرة أنا كتبت عجيمتي بالقناة وعجينتي مرة سهلة وبسيطة بس طبعا نازم يبيلكم تعجنونها زين يعني وبعدين قلتها عني طبعا من عشاق بعد يا بنات السلطة مرة مرة أحب السلطات فقلت خليني يسوي سلطة أخذها معي وأحلى شي بعد يا بنات إنكم مثلا إذا كنتم ترتبون طلعة أو شي إنكم ترتبون كل شي وتقسمون الأعمال بينكم علشان ما يصير فيه أشياء تنسوينها وما يصير فيه أشياء مثلا شي تصرون كلكم جبتوا شي نسيتوا وكلكم عرفتوا فيعني لازم الترتيب والتنظيم من قبل الطلعة بكم يوم حنا اتفقنا طبعا قسمنا بيننا حطينا قروب خاص للطلعة عشان ما ننسى الشي وكل وحدة قالت وش بتجيب بالضبط والعشاء تفقنا إنا رح نجيب بوكسات من بورجر أيزر ونشويها هناك سويت أنا سلطة الكينوة أنا بعد عموما أحب السلطات البسيطة وما أحب أحط فيها صوصات صراحة أحب مرة تكون أقرب للطبيعية يعني كذا زيت سيتون ليمون شيئة بسيطة صراحة أنا ما أحبها تكون ثقيلة ويكون عليها صوصات أو دجاج أو كذا أشياء أو أشوف بعض الناس يحطون عليها شبسات أو كذا يعني نحبها مرة تكون خفيفة وأقرب لأنها تكون طبيعية يعني تصير شيء مكوناتها بسيطة وموجودة عندي في البيت فالكينوة أنا أحبها مرة ومفيدة وحاجاتها مرة بسيطة قطعت الأخيار والجرجير وجبت هذا الطماط الصغير الميني وحطيته عليه وأضفت عليه عدل كينوة وحطيت عليه زيت سيتون وحطيت عليه عصرة الليمون وأنا بعد ما أحب أضيف لها ملح يا بنات سبحان الله ما أحب لسلطتكم مالحة وشريت هذه العلب من البقالة يعني حل وما بس ما لقيت المقاس الأكبر لأني ما كنت حاب أن يحط ثنتين لو لاقي علبة واحدة كبيرة كان أفضل لكن هذا اللي لقيته عند البقالة القريبة وحطيتها قسمت على علبتين وحطيتها بالعلب سكرتها زي ما تبشايفين عصرة الليمون وكمان زيتون وكمان زيتون وسكرت عليها وجهز كل شيء حطيتها بأكياس خبروني عند انتم يا بناتش أخباركم شو مسوين مع عيالكم والمذاكرة اليوم كان بدت عندهم الاختبارات الشفوية الأسبوع هذا عندهم عيالي اختبارات شفوية والسونة اختبرت انجليزي وفانها اليوم اختبروا واحد اختبر انجليزي واحد اختبر والثاني اختبر اسلامية وحتى عيالي اللي في الجامعة والله خلاص اصلا قربوا يخلصون اللي في الجامعة باقي لهم الأسبوع الجاي ان شاء الله يخلصون فالله يوفقهم يفتح على عقولهم على قلوبهم ان شاء الله يجبون اعلى الدرجات خلاص الحين بحط السلطة بالعلب تقريبا يا بنات حنا حددنا اننا نطلع بعد العشاء تعرفون يعني الحين ما شاء الله الليل طويل مرة يعني ما شاء الله يأذن حنا عندنا في الرياض حول الساعة قبل الساعة السبع والله يأذن فما شاء الله الليل مرة طويل وحنا بعد يوم وجينا اخترنا المكان ما اخترنا مكان بعيد حبينا يكون المكان قريب لنا طبعا افضل احسن يكون المكان قريب خاصة ان كنا تقول حالكم حريمة معكم رجال ما شاء الله المكان مأهول ومليان مرة يبنات من العائلات لقيت مرة كثير ناس طالعين زينا كذا حريم بالحالهم بصراحة جدا جدا عجبتني الفكرة وان شاء الله بإذن الله بنكررها اكثر من مرة خاصة اننا احن جايين على فصل الشتاء وبتصير في طلعات والكشتات وان شاء الله بنطلع معاكم كم منطلعة ان شاء الله بإذن الله من السنة اللي فاتت وانا كان مرة نفسي بالكشتة يعني كشتة تكون كشتة حريم بس العام ما كان مع بناتي سيارة ان شاء الله السنة عاد ان شاء الله انتظرونا بنتحبكم بالكشتات خلاص جهزنا القهوة وهذا الحالة صار جاهز وعدة الشوي والقهوة والسلطة وكل شيء الحمد لله صار جاهز احب اني اشيك اكثر من مرة على الاغراض علشان ما اكون ناسيا شيء والافضل بعد ان يكون الواحد يكتبهم كذا بالمفكرة حقات الجوال او تكتبينهم في ورقة عشان ما تنسين شيء ومن الصدفة بعد يا بنات ما شاء الله ان كانت الجو قمر وما شاء الله الاجواء مرة كانت جميلة بس كانت هوا شوي اول ما يعني قعدنا بعدين عاد تحسن الجو سكانت الهوا شوي لكن مرة الاجواء كانت تجنن سبحان الله ما ادري عشان يعني الواحد طالع يعني عن المدينة شوي ان مرة تحسين ان القمر يعني اضاءتها قوية سبحان الله لدرجنا ما احتجنا نشغل انوار معانا انا فضل بعد المخططات علشان الصغار يصيرون يلعبون بسكوترات واللي مع سيكل واللي مع كده يلعبون فيهم احسن من الرمل شايفين يا بنات كيف القمر مشا الله مرة كانت الاجواء جميلة وانبسطنا مرة الله ملك الحمد ولك الشكر على كل ما انعم بها لينا من النعم وبعدين شبينا بعد كده ما جت للساعة كده على تسعة شبينا وبدينا نسوي الشوي وكل نعد قام يسوي شي اللي هو يحب فقرة المارشميلو والبسكوت فقرة الشوي خلينا معنا منقل الخاص للشوي وشبة ثانية للمارشميلو والحليب اللي سووا بعد البنات آخر شي هوت شوكلت بالصراحة ما قدرت تصور كل الفقرات ما شاء الله تعرفون الواحد طلع وكذا صعب كل شوي تمسكين الكاميرا تقدين تصورين وهذه البوكسات اللي شويناها اللي هي بوكس يكون موجود فيه بنات طبعا على طلبك الدجاج أو لحم حنا اخذنا 2 1 دجاج و 1 لحم ويكون معاهم كل شي مقطع والصوصات جاهزة والخبز مغلف كل شي ما شاء الله البوكس الواحد 139 بالصراحة وبس يا بنات هذا اللي كان عندي بالفيديو اليوم ياربنكم تكونون استمتعتوا واستفدتوا وشوفكم فيديوهات قادمة ومع السلامة